شنت جماعة بوكو حرام سلسلة من الهجمات استهدفت أغلبها الكنائس في مختلف المدن النيجيرية بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد حسب التقويم الغربي أعنف هذه الهجمات شهدتها كنيسة القديسة تريفا بالقرب من العاصم أبوجة والتي أودت بحياة 27 شخصا وأصابت العشرات الجماعة المتطرفة استهدفت أيضا كنيستين أخرين في مدينة جوس وجداكا ما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل الهجمات التي نفذتها حركة بوكو حرام المطالبة بتطبيق الشريع الإسلامية في كافة أرجاء البلاد وإلغاء التعليم الغربي شملت أيضا مدينة داماتورو التي شهدت هجومين منفصلين استهدف مقرا للأمن وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم انتحاري شكرا للمشاهدة